اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حسنا اشتركوا في القناة 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 اسم جو اديشن نشكر طبعاً خالد وزامل وكل أصدقائهم إنه جميل إنه كل من يريد أن تتعلم يجب أن نتخيل ما يمكن أن نحقق يجب أن نرى أفضل 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 والأفضل أفضل وإدارته خارجياً من خلال أفضل 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 أمامك بالأفضل أفضل أفضل و بعض أفضل 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 فراس نعرفكم خالد تعرفه خالد لابس طايتين بحياته بشتغل بي زين سوش الميديا منجر و ايضا طبعا هي سوش الميديا كونسولتان و سبيشلست اللي حب يدرب الناس و علم الناس فطبعا تعرف كلكم خالد خالد اليوم عادوا عشان اسأله عن سوش الميديا سترتيجي بزين لنحشر هيك بشوي تأسيل عن زين نظر نقدر فراس 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 ممتعة المتحتفل في الإخوش الأورمية ماهيенный للملك الملكة الأورمية؟ الويض house companies like plastic حسنًا سمتحدى الغرباً محمد هو حديث المعكوط الإلكتين حديث المعكوط الإلكتين في LG Levant ماسكسو الأردن، سوريا، عراق، لبنان سمعت نظر من الناس لإلال بالأردن اللي الطايتل تبعهم فيه كلمة ديجيتال أو أونلاين وهي شغلة مميزة يعني وطبع رح يحكينا وجهة نظر بيك براند كيف تعامل مع السوشيال فيديو معانا الأستاذ يامن هلسة يامن عرف بنفسك يامن هلسة من تكية أمعلي هانديلينج السوشيال ميديا أكاونت لتكية أمعلي يامن كمان سعداء حنا يكون معنا لأنه بمثل منظمة غير ربحية كنا منعرف تكية أمعلي هدفها مساعدة الأقل حظا بالأردن وإلهم حملاتهم الكبيرة المعروفة وخاصة في الأعياد وفي رمضان وفي المناسبات وإيامن يعني بمثل مؤسسة ما عندها بالضرورة فاندز كبيرة للسوشيال ميديا فبعمل بذل جهود كبيرة وبنحكي عنها الشغلة واحدة أول شي بنا نبدأ مع فراس حكينا فراس برأيك شو الأسس أو المعايير اللي بناء عليها تختار الكلين أو تختار المؤسسة إنها تشتغل داخليا على السوشيال ميديا أو تعين أجنسي ما هي الأسس بشكل عام هيك بدقيقتين تطرق قبل ما أجواب على سؤالك بس بدي أحكي يعني معلومة كثير مهمة أنه كل حدا يعرفها دائما نحكيها لما بلشنا بيدا تقريبا من أربع سنين كان السوشيال ميديا نقدر نحكي أنه إنه مختلف زي كيف لما بدأ الانترنت كنا نحكي أنه لازم يكون عندك وابسايت وكان مختلف كان الناس ليس متأكدين أعمل سوشيال ميديا أم لا أبدأ نعم كان مش عارف ممكن أكون على السوشيال ميديا ممكن لأ بوقتنا الحالي لازم تكون على السوشيال ميديا كل حدا الاؤديونس تاعك الزبائن تعونك كلهم موجودين على السوشيال ميديا فلازم أنت تكون موجود هناك فهي يعني فاكت لازم تاخدها أنت يعني بالاعتبار لما تيجي تأخد قرارك إنك تعمل السوشيال ميديا داخل الشركة أو تحضرها لأجنسي أو فريلانسر أو كونسولتن السوشيال ميديا ليس مستخدم يعني ناس بفكر أنا بعمل سوشيال ميديا سوشيال ميديا بلاش سوشيال ميديا لها قوص سوشيال ميديا حلالا حلالات و إلتكام و الإدارات بفضل سوشيال ميديا أحضر ngay أنت بهمك ما بهمك الأشخاص يتعلم عندك بهمك شخص يجي يكون عنده العلم والدراية الكافية بالسوش الميديا كيف حتى يطبق يعني الأسس ويعني يطبقها علمياً وشكل عاماً لا يعود يجرب في البراند تبعك يعني بصير شي براند تبعك معرض لخطر التجربة أو معرض لخطر التخبيص يعني لازم كون يكون بناء على استراتيجية واضحة للبراند صحيح فدول أساسين البيسيك الثو بيسيك يعني هدول أهم أهم عنصرين بحكموك لما تيجي تختار هذا الموضوع شكراً جيداً وكان ببعض الأمر بإمكانك تتخدمها أجلسيك 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 لا أجلسيك 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 بالأكرة المناطقية والأكرة المناطقية لدينا من الاشتراك في المنظر وكما تعبوا على الاجتراكس انا لدينا شخص اجتراك لالجي مع بعض الاجتراكس الذي تنبغت من خمسة شخص اخبرت منصر اجتراك مباشر لنا نقوم بتعزير Ethics وعض الاجتراكس الاجتراكس وهناك موضوع الموضوع وموضوع الموضوع الذي يقوم بعمل موضوع الموضوع ولكن لأنهم يمتلك موضوع الموضوع لذلك يوجد صباح الموضوع 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 يجب أن يقوم بعمل الأموضوع الموضوع يوجدون أنهم موضوع الموضوع وموضوع الموضوع وأيضاً لنبدأ مدخل معها في الحقيقة ثلاثة عامة حاولنا نشغل مع فريلانسر بس كان المشكلة بشكل كبير الموسيقى أنت تجدون أنك تجدون أشخاص بشكل جيد أجنسيات المتحدة والأجنسيات المتحدة كيف تحصل على المساعدة الوصف لا تتأكد إنه المسيج تبعتك وصل صح المسيج تبعتك عم تأكس الهدف تبعكم عم تأكس معين بده يكون الإنسان يلي ماسك سوشيل الميديا أو عم بحكي حتى بي أر لازم يكون عنده الإيمان بها يكون المسيج مؤمن فيها وبمثل هاي الرسالة طبعا هلا بصعب نعملها إحنا بره لأنه بده يكون في عندك فلكسبيلتي معينة موجودة عند الشخص لأنه بالإنجيؤو عندك كل يوم في شغلة جديدة كل يوم في الشغلة عم بتصير ممكن فجأة تصير ممكن فكرة فجأة تصير ممكن فكرة فجأة تصير فيها الآن الإنجيؤوز إحنا ماعمل عم تعمل معها غير نعم ميديا ليست غير 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 نعم هاي مرور هل يمكن أن تتعين من خمسة ميديا؟ ما نعمل كل يوم؟ و هي بس تتعكس هاي لنّاس هل يموجودون على نسائل الموجودين حوالينا فهاي هي الماجر موجودة للميديا فهذا الامن يجب أن يكون لديك في الفانل معنا لأنه مع نجيو الهدف الرئيسي لا يتجعل قائلات هو التجعل بصيبات هل يمنون به و الهدف الرئيسي هو الشفافية لأنه تكية أم علي وآخرين زي مركز حسين السرطان وآخرين أم علي أنه الناس تعرف الأشياء الجيدة اللي عم تعملوها والكل يشعر بأنها عن تنعمل بشفافية بالغة وطبعا كسوشيال ميديا سيرفسيز تحتاجوا برضا مساعدة سمعتنا في حدا ساعدكم مؤخرا في بعض الشباب والصبايا ساعدكم مؤخرا ساعدكم مؤخرا في التدريبiga الساعدة المواصف الساعدة تحتاج الناس محمد أعتقد أن هذا هو أفضل طريقة للعمل في الوقت بسوشيال ميديا لماذا زين تقوم بسوشيال ميديا بسوشيال ميديا؟ ماذا تقوم بسوشيال ميديا؟ تقوم بسوشيال ميديا سأتوقف هنا قامت بسوشيال ميديا؟ سأتوقف هناك وكثير من الصفر الأجنسي قد اقرأتها مرحلة النجاح مرحلة النجاح تقوم بسوشيال ميديا؟ تصدران خاصة تصدران ركوات تعمل وقابلين تصدران ولكنك لا mcanso أعلى مجال heroid حقاً نحن نحن نجمع في مياه الخاصة أو معلومة مجموعة يجب أن يكون مجمع ويجب أن يجب التنزل مجمع مجمع نحن نتعلم لما بدأنا بالسوشيال ميديا بيضان لائم تروجك كنا نحاول إحنا نأخذ كل الأعمال بالسوشيال ميديا أنه نجد قاعد وإحنا نعمل كل الشغل مع الوقت مع الوقت أكتشفنا مع الوقت أنه الوقت لديه دور كثير مهم لزبون لديه كثير دور مهم بأنه يعمل هو زي ما حكي خالد الكثير خدمة الزبائل وفهم منتجه هو يعرف المنتج لازم فهمتها حتى نحل هذه المساعدة قد نعمل أكتر من الأشي بدون لائم تروجك إحنا لما لما نعمل مع أي قليل جديد التيم اللي بشتغل على هاي الديدكيتد تيم على هذا الأكاونت نروح بوعد مع الالكلاين بفترة يعني مختلف حسب الالكلاين إذا كلاين إلكترونيكس يصير التيم عندك خبير إلكترونيكس إذا كلاين تليكم يصير خبير تليكم يصير التيم عندك خبير في القطاع مية بالمية وفي يعني 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 مثلا في عندنا التيم اللي بشتغل من مساعد جوا لكن يعني بشتغل عندهم مكاتب عند الكلاين وبيشتغل معهم وبيحضرهم لأربع الموظفين يفتح دي بارت من توي يلطش الموظفين ذا نعمل هذا الموضوع المهم لكن دور الاجتماعي أو الوصول كثير مهم لأن الزبون عندما يعمل في الوصول يجب الناس ويكتب الوصول كل هذه الأشياء سوف يذهب تتطور كل يوم من يريد أن يطلع لك بالأفكار من يريد أن يطلع لك كما تتحدث الوصول من يريد أن يتحدث فيسبوك كل فترة وفترة الموضوعات كل هذه الأشياء من يريد أن يريد أن يطلع لك بهذا الموضوع 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 يجب أن يطلع حقبات تلك الأشياء الموضوع الموضوع السورة لإطلاق المترجمات والمترجمات المترجمات والمترجمات المترجمات والمترجمات المترجمات والمترجمات والمترجمات تتعلم بشكل مجال الإلكترونيكس تختلف عن تطور الأهداف بشكل عام هلأ أنا ما يعني ما عم يعني كمان أنا بشغل ببراند يعني كيف ما عمدين بالموضوع لأنه الجي شركة إينوفاتي وديها إبداع بزرع خط المنتجات كبير يعني من تلفزيونات لتلاجات أكيد في فرق بين تويتين عن فرج وتويتين عن موبايل مئة ومئة في فرق يعني في يعني أكيد أكيد يعني حتى الشغل مع البراند إلو إلو فوائد ثانية يعني خصاً في براند زي الجي إحنا مش موجودين بس بالليفاند إحنا بإحنا 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 بجلوب البراند فحتى بتلاقي في في عنا أجروب بس للاسوشيل ميديا مانيجرز أو الإنلاي المانيجرز حتى إطلاق للاسوشيل ميديا مانيجرز من المتحدثين عن إحنا بإحنا شرоты أو بالحيات من تحقيق مركز كماني نتعلم من بعض مرات مننزور بعض يعني يعني كمان الشغل مع البراند إلاه كثير من فور عام بس يعني يعني إذا الواحد عم بفكر يأخذ كرير كسوشيال ميديا هذا على فكرة كورا حكون السؤال اللي ونحكي عن الكوميونيتي مانيجرز والكارير ونحكي شوي عنها أنا يعني the way I see it from my experience وصن أبل أبل ألجي كنت بشتغل مع شركة شحن بالدنمارك وكنا we were managing their social media presence from Jordan and Dubai يعني صراحة كنت أحس حالي لو أني أنا بشتغل في الاجنسي حيكون اللي حدود تبعت كثير أكبر من أني أنا شغال بنفس البلانض لكذا أشوف liksom is a community manager كثير أحسن له يشغل في اجنسي من أن يشتغل في بلانض أكثر صراحة ظاهر نعم نحن نتحرك لتوسيع الوصول 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 او الوصول 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 لديك دو موصول الوصول إذا كان في عندي انا تكنيكي إذا ما بعرفها سأذهب و أسأل الكثير من الناس سميهم اشتركنا اشتركنا إذا كانت عم تحكي عن كرايسس معينة مشكلة صارت أونلاين هون بتخيل موضوع انهاوس كتير مهم لأنه في عندك تيرمانالوجي معينة بدها تستخدم تيرمانالوجي هاي لازم تكون انت عارفها ولما تكون انت مؤسسة معينة لها افلييشن بدك تكون كتير من تبه كتير بتحاول تحكي بالصح في لغة معينة تستخدم قبل المؤسسة وهاي مؤسسة رئيستها سمو الأميرة هاي يس صح سمو الأميرة هاي فبدو يكون في تيرمانالوجي معينة مستعملة في أسلوب معين بالتخاطب مع الناس وبالنهاية بدك تأكد إنه يوشود نيفر هارم ذاكوز ممكن إحنا نتقبل انتقاد مثلا للمؤسسة بس ساعة تتقبل انتقاد للكوز ففي عندك تحسسيات تجاوب هذا الانتقاد للكوز بطريقة منهجية بالضبط ففي مرات انت بتحتاج واحد يكون فري انفورد بالكوز بعرف الانتقاد كيف بتصير بتعرف شو عم بصير من اي تو زي بالمؤسسة كاملة حتى يعطي الجواب الكافي بالسرعة بالتعامي فريم منيح بدون ما تحكي تليفون مع واحد من أصحابك متخصصين في السوشال تقول له شو رأيك بتعمل هيك بدون ما ترفع تليفون مش هيك مع الانتقاد نفسه تحكي لو صار في عنا واحد تنين ثلاثة بدك إذا انت كنت بره بده يجي يحكي المعسك الأكاونت بالأيجنسي بده يحكي مع البروغرام مانيجر لن تقول البروغرام مانيجر بده يروح يتأكد من القصة بده يروح يرجع على الأكاونت مانيجر بالأيجنسي وبعدين بدهم يشوفوا شو الريسبونس الصح ويحطوه أونلاين هاي الفترة ممكن تعمل فرستريشن للناس يلي سألو فإحنا بتأخير بالخدمة يعني ممكن تكون ممكن تكون هلا بس كان يو أفوردت كمؤسسة انت تتحمل هاي خصوصا انت عم تشتغل باشي حساس انت عم تشتغل بشغلة انت بتعتمد بالنهاية من أولها لآخرها على ثقة الناس فيك إذا راحت هاي الثقة أو الزعزعة ممكن هون يصير عندك المشكلة الكبيرة فهل انت ممكن تجرب هون هوا الاسؤل ها هو السؤال التجربة والخطأ جدا في كوز على مستوى الوطني هالد نعطيك الميكروفون نحكي عن شغلة نحن يعني تقريبا غطينا جانبين ن نحكو هنا أربع جوانب غطينا جانبين من هم الجانب التالي اللحي موضوع الموضوع هذا الشغلة التي تشعر جدا على ما تشعر في الموضوع 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 أي دور المعارج المتحدة وكيف تتبع إدارة الشركات تتبع في إدارة الشركات عام 80-20 أن تأتي الأجنسي و تلعب دور 80% بالجوال البراند و تساعدهم والبراند تلعب دور 20% و ثم تأتي الأجنسي و تتقلب هذه الأجنسي فبصير البراند يمسك 80% و تتساعد الـ 20% والكونسلطنسي والبروموشي و إن شاء الله لالأجنسي هل هناك أجنسي المنجرين في الأردن؟ لو إجا براند يريد أن يأخذ البراند الوصولية الوصولية هل هناك؟ نعم نعم أشياء البراند و بأهم التعلم كل人 يمكن أن يتعلم أنه نينجا 無قائق كلهم في السوشال ميديا نينجا و غروز نعم نعم نحن تحقق نجحنا قبل أن نأخذ النجا لكن هناك توجه هناك الكثير is in the right direction الحمد لله ولكن هناك أعتقد أنه هم يجب أن نتعلم أكتر و الحمد لله لأن المادة هي موجودة و المحتوى هي موجودة أي أجنسي تبحث عن ميديا الشباب هؤلاء ممتازة المدين أجنسي تبحث عن ميديا ميديا هنا يمكن إيجاد أجنسي تحديث عن ميديا ميديا لا لا يرونها الهوان لا جتب لا يرونها الهوانى إن احضر خضر من يولاها المجتمع عمل المشكلة مع الملجان في موضوع ديجيال في الموضوع مش موضوع they don't see the value but see I think it's a management decision and it's a culture if the management believes in social media they will create a department for it if they don't it's not gonna happen so maybe it takes time it's a generational shift management in the business in the real world these people are here but they will work and they will see this problem a lot of problems if there are a few days working in marketing department for example, the director has a little bit let's say the traditional marketing pro traditional they love the traditional they love the outside we love the outside we love this but we have people but we have people who think that this is marketing and marketing that's not much أكثر من هكذا راح يلاقوا يعني مشاكل كثير كبيرة زي ما حكي خالد في أنه هو يقنع المانج من تبعته يعني مرات هو بيوظفه لأنه يمكن إجاء أمر من بره أنه أنت لازم يكون في عندك سوشال ميديا مانجر بس ما يشي هذا السوشال ميديا مانجر بالضبط بورط لأنه مش قادر يتصرف إشي لأنه هو داك جاي من علي مختلفة وهي راح تكون شانج كثير كبير فهي صراحة بتكون كثير تعتمد على نفس سوشال ميديا مانجر أو ميديا مانجر أو الإنسان أو أي شيء اللي يقدر يوصل اللي يقدر يقنع هذا الشخص مع أنه هو يوظفه بس بيضاء بس بيضاء يقنعه ليش هو وظفه هاي الشغلة مشكلة كل واحد يكون أمبسادر للكوس تبعه نعم انت بدا كو مؤمن السوشال ميديا وبدك تحارب داخل مؤسستك عشان المؤسسة تؤمن في السوشال ميديا لكنكو انت بطل بطل السوشال ميديا يعني في مؤسستك نعم انت منيمنهم بإساعدهم بسوشال ميديا هاي الشغل الناس اللي أعمل بشتغلوا في مجال جديد زي يعني هم المتخصصين فيه وكل بيعتبروا من نجوم آه والله هذا تبع السوشال ميديا إنه يعني زي ما كانوا قبل 20 سنة هذا تبع كمبيوتر تبع كمبيوتر هلأ ممي مش تبع كمبيوتر مصبوط يعني بالضبط يعني تحس السوشال ميديا هلأ هالي 100% هل هذا؟ أريد أن أشترون مي مني من المنزلون بسيطة الموجودة نحن ن responsabil أن اشتري، أنا و أنا نحن أشتري نخدم تلعب التويتر نحن نتعلم رح يصير في السوشيال ميديا فونكشن في مؤسساتكم في سنة الأفين في الضال من سنة 2013 ونهاية 2014 هنا خلال من هون لسنة شو رح يتغير وبعدين يعطي شوية تبس هيك شوية تبس لها الشباب والصبايا انه مثلا مننصحكم تركزوا على الشغلات التالية بالسوشيال ميديا أو في شفنا لاحظنا أشياء معينة بالسوشيال ميديا تستحق الذكر يعني أشياء هيك زي التبس يعني جنرل وممكن بعدين تحكوا شوية عن البرودكت كلها فيكم ومحكي عن يعني محمد إحنا معتنا سوري محمد معتنا كاش فرصة تحكي مثلا عن إنه في عندك مئة واربعين ألف فولور على على فلس وكذا بس يعني أبدأ أول شيء يحكي عن مهنة السوشيال ميديا كيف شايف رح تسيد من هون لسنة وكيف تتوقع ممكن تعطي تبس للشباب والصبايا فضل أنا صراحة راح أحكي يعني كسوشيال ميديا من وجهة نظر الجي هلا حاليا إحنا عندنا السوشيال ميديا زي ما تفضل زيد بالأردن يمكن عندنا مئة واربعين ألف بس كتوتل نتوركس بالعراق بسوريا بلبنان في عندنا أكثر من سبعمائة ألف فان على على فيسبوك مشكلة هدول سبعمائة ألف كيف دكتو منش دم طبعا مئة بالمئة إذا كلهم زعلوا في نفس اليوم مئة بالمئة وإحنا صراحة هاي إحنا صراحة هاي مشكلة كتاب تواجهنا لأنه كسوشيال ميديا ديبارتمنت إحنا منحاول نوصل كل اللي هي الشكاوي اللي بتيجي على البروضاكس اللي عنده مثلا تلاجة تلفزيون خربان منحاول نوصلها للسيربس ديبارتمنت ومنعمل وقت حتى مرات يعني أنا مثلا يمكن ذكرت لكم من الموجود في الأجنسي بس بس كجوة الجي في كمان تنين مسؤولين عن موضوع الويب سايت أبديتس اللي هم بيساعدوا في السوشيال ميديا يعني هلا الأجنسي لما بتبعت إنه في زبون إكس عنده مشاكل تبعتها لهدول الأشخاص وهدول الأشخاص تنين بوصلوها للسيربس ديبارتمنت حكيت موضوع مهم الكستمر كير إنه يعني السوشيال ميديا قناة مش بس للتسويق والدعاية قناة للكستمر كير وللشكاوي بسيكلي نعم وهاي يعني بتخلي عدة ديبارتمنت تتعاون بديتعاون قسم الكستمر كير مع قسم الماركتيج نعم من تتطيرك في أقسام تاني ممكن يكون مثلا الشكوي بتصيب الإدارة العامة بصف المنوج منت لازم يدخلو مية بالمية هلا هلا التوجه المستقبلي للألجي انه راح يكون في عنا موظفين أكتر بالشركة اللي تابعين لتعلى الأوليين ماركتنج ديبارتمنت يعني اللي بقدروا ينسقوا بين السوشيال ميديا أجنسي والسيربس ديبارتمنتل لأنه كتابة المتحدة أجنسي والسيربس ديبارتمنتل في الحقيقة المتحدة والسيربس ديبارتمنتل وصير فيه تنصيق طبعا لأنه صراحة الصيانة مثلا موعد الصيانة والالخزام فيها مئة بالمئة مئة بالمئة فعشان هيك إحنا هلأ عم نحاول إنه إن شاء الله توجه السنة الجاي إنه نكبر الدبارتمنتل ويظل الركزية موجودة يعني بس الدبارتمنتل راح يكون فيها مختلفة عشان نقدر توكيتر يعني فورد مش بس المشاكل بس كمان إحنا فيه تيجي كثير موضوعات يعني إحنا في عندنا مثلا تلفون اسمو جيتو راح ننزل بشهر عشرة يعني كمية الانكوار بتيجي عليه بالنهار كثير عالي لدرجة أنه نحن نعرف على الموضوع بس في مرات في شغلات نحن نحكيها بالضبط في شغلات ما مقدر نحكيها في شغلات أصلا تتفاجأ أنه في ناس بحبو تفاجئ سيأت على م van ونالذي منطقة صغيرة مثل Levant كي نحن لغاية أيassociك الأدعب حيث سعدت موضوعات موضوعات لا نحن نحن بل موضوعات 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 فارغم العامة سوف تسلط تيش一個 مخصوص الذي سوف تتحكم الناس نحن أن تحكمه بالتبع انهم سوف تتحكم الأجوب سوف تدخل أجل نحن عن حوال 자م الأجوب سوف تتخصص والهم يدخل بهذا الشغل ويتخصص فيه و المعرف ويتميز فيها يمكن تكون جميلة نحية عامة للحصول الذاتية وطبعاً أنت بتحكي عمالك أنه هذا لا يعني بالضرورة أنه الاستغناء عن الأجنسي لأنه لحظة في حاجة للمختصين أكيد شو رأيك في راس بمستقبل المباشر للسوشال ميديا إكسبانش في العالم عربي أحكي شوية عن شغل نسي تحكي فيها اللي هي كيف العلاقة بين الكلاينت والأجنسي في مثلا الكالندر السنوي عم نحكي مسلا سنة لأدام هلا نحكي حطوا لما الكلاينت الكبار يجب أن نفعل أكثر نحن نفعل أكثر في العام الماضي ماذا يريدون أن نفعل؟ يجب أن يكون لديهم يجب أن يكون لديهم تحكي في تكنولوجيا ومعيشات وكل هذه الأشياء ثاني شيء بس نوضح للكل أن الأجنسي مو موجودة أو الكنسلطان يعني بشكل عام مو موجودة لتركيز حدا معين جوال البراند يعني لنكون جوال البراند في السوشال ميديا أو السوشال ميديا من الموضوع نحن عملنا مع شركات ما عندهم ديجتال يعني ديجتال ثير صعب يعني الأجنسي ليس موجودة لأنها تحل محل شخص داخل الشركة عندك صبيا أو شاب داخل الشركة هو بيليفز شخص تحكي مع عندك تحكي تتحكي مع الشخص اللي بيأمن شخص هؤلاء الأشياء كثير مهمين فعشان هي واحدة من الأشياء اللي نحكت أكتر من عند يامن وعند خالد اللي هي السرعة بالجواب وطبيعة الجواب والداليجيش وكيف الوصول الوصول هذه كل هذه الأشياء تحتاج الوصول أو التكنولوجيش دورها إنها تحل هذا الموضوع نحن في The Online Project قدرنا نبني طول يعني لسا نبني فيها وعن نشتر عليها صلنا تقريبا سنة هي تحل جزء كبير من هذا الموضوع إنه تقدر أنت أنا نحن تعمل 24 ساعة كل سنتر تقدر أنت مباشرة إنك يعني تفورد هذا السؤال وهاي المشكلة للشخص المعني على طول من غير المهم القناة تحتاج الوصول تحتاج الوصول تتجربت موضوع تتجربة النقاط موضوع 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 وموضوع الموضوع هم تعليق العصوص لديهم الموسيقى يستغلو من الأمس بسبب أنه يستغلو التنقاط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بساعد شراب هل تعرف الذي يحقق بالمعرش تزالي الآن؟ الزرابه مجددا هنا الاجتماعيز واجتماعي سيئ نعم، أخذنا بحدود 17 ألف تويت في نهارين، في نيومانيا فالبوت لسه بأول الطريق فبنصح الكل أنه يعني يلطح يا إما بشركة متخصصة يلطح ببراند تشتغل هذا الموضوع وآخر إشيال هي الإقرائي زي ما حكى زي ما حكى خالد أنه النولوج موجودة أونلاين كير مهم أنكم تقروا ما تحق يعني ما تستنوا أنه تلاقوا ناس تتعلم منه إقروا موجودة إحنا لسه هون كشركات وكأيجين لسه عم نتعلم في نيوزلتر في كتير في كتير صايتات فيها وكتير مهم لكم تقروا طبعا طبعا أكسل يامن عندك تعليق عن مستقبل السوشيال ميديا وكيف ممكن يأثر على عملكم أنتو مستقبل المباشر في السنة سنتين الجاي بالضبط السوشيال ميديا مش رح نستعملها أزا كوميرشل تول إحنا صعب نستعملها أزا كوميرشل تول إحنا هي بس هاي رح تكون موجودة إحنا تتل بيبول إحنا وين هلا واتو واردوين هلا وشو تقدر عشان تساعد بالنهاية هذه هي كوز ويوتيوب جانب يوتيوب جانب نعم نعم نريد أن يصنع في كوز نريد أن يحب هذا الكوز مثل هم يحبوا هذا الكوز هم نفسهم ويساعدوننا بالسوشيال ميديا هل نعمل ماركتنج للكوز ماركتنج للكوز أنا بهمني يعملواماكتينج كل كما يعملوا ماركتينج لتكيات ومعلي ماركتينج كل كواسثه هو اللي إحنا برفعناَ ل إحسن وضع مجتمع وهذا كل الخاصة وبالنهاية أن enf regulatory إنسان وضع ال مجتمع فأنا بحب أكتر ناس يحيو عن البرب تبعتي مش أنا أحكي عن البرب أنا بحب الناس يجي أحكي والله شوفوا تكيات ومعلي شو تعمل ناس يستعملوا هاشتاغ الناس يعملوا الباز بلزب بالضبط المستقبل القريب في مجال السوشيال ميديا أنه أي تطورات ستحدث في السوشيال ميديا ممكن تتبنوها رح تتبنوها إن شاء الله خالد تعليق هيك اختم بكلمة هيك علشان بعد نفتح مجال الأسئل اللي معنا أظن عشر دقائق أسئل كلمة ونوص كلمة ونوص لا أبدأ شغلتين أول شغلة إنه الهاشتاغ الشغال هلأ هاي فرصة لإلنا كلياتنا إنه إنه فولو إيتش در نوبر ون فولو إيجادوا أبو ستيتيه أبو ستيتيه منذ كبراه الإع learning الإع learning الإع learning المترجمات المترجمات ولكن أعتقد أن هذا هو الذي نذهب في 2014 من سكواتش محاولات محاولات CRM لا، كلها شركات أجنبية ويأتي بشكل جديد بعض شركات جوردانية تعمل أشياء مختلفة CRM يأتي يسأل يقدم نفسه بعدين يحكي سؤاله لمن الموجه ها في هنا سؤال شفته هذا المرفوع يدور الكاميرا مش شايف أنا أيوة أعطلب الله مايكل هذا الشاب مهم أنك تقول سؤالي موجه أنا تقول سؤالي موجه لكامل البانيل أنا تقول سؤالي موجه للأخ يامن أو الأخ محمد أو الأخ فراس أو الأخ خالد عشان نقدر نعبي أسئلة كثير يعني كلها يسأل شخص أنا سؤالي لكل اللجنة ماذا بتحكم أسف يعني أنه أي حد ممكن جاوب عنه اسمي أحمد الحواري بالأول في دائما ما قولي صارت أو انتشرت أنه السوشيال ميديا شغلتي لمالوش شغلة لا كثير من عند بالأردن بولك خلص كل واحد بضبطش بشغله يلا كونينيتي منيجر أو كل واحد بمشي بشغله بصير بشتغل بالسوشيال ميديا هذا كلام على الأسف كلام موجود للأسف فأنت شورتكم عليه يعني شو لازم يكون في صفات في الشخص اللي بتشتغل السوشيال ميديا حلو مين بحب فيكم نتجاه السؤال بكين مرحبا فرص لازم يكون عندك الناس لازم عندك الناس عندك الناس عندك ممتوم لازم تتابع الشغلة هذه أنا أخبرت أن أغير مجال دراستي وشغلي للسوشيال ميديا وقد اضبت كل شيء لأنني أؤمن في هذه الناس هلأ فينا ستانين صغار مثلا بحاولوا بالشغلة ترى شيء غير لكن لازم أن يدرسوا ويتعبوا عليها أكثر يعني ليس أنه بس تتحرر من الناس لازم أن يحاولوا أنه تتحرر ونقوموا 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 نقوموا مشكلها بحقي يعني فيها فيها تولز وفيها التكنولوجيا وفيها فيها كونتا انت اللي بتحدد إذا الوظيفة اللي عم تشتغلها بغض النظر شو كانت يعني حتى مهندس الصوت هون ممكن يكون قاعد ما يزبط الصوت وممكن يكون قاعد عم بزني ووقف يكون أحسن مهندس صوت زي لأنه فوق قاعد عم بعلي وبوطي عشان تميك شو أنه الصوت ممتاز للكل فأنت اللي بتحدد هذا الموضوع الناس تحكي هيك طبيعي لأنه إشي جديد أنا لما اشتغلت بالسوشيال ميديا وروح تحكيت لأبوي أنه أنا بشتغل هيك بولي شو فيش بوك شو هذا في فيسبوك يعني مش متقبلة يعني بل مش فيسبوك هذا ما حكيت لأبوك فيسبوك أول سنتين وأنا بيدا أونلاين بروجيك ما كنت أحكي يعني كنت يعني ما حب حدا يسألني شو بتشتغل لأنه الموضوع كان النخاش يستمر يعني نص ساعة أربعين دقيقة بس وأنا بشو حلو شو بعمل وبالآخر بضحك وبروح يعني فإحنا عاليا ليس طبيعي يعني ندخل على سؤال ما بدرش خلال تعليق إضافي عن الموضوع حنين عند سؤال والأستاذ عند السؤال أخرى لنبدأ بحلن معنا وقت معنا كبارث أربع أسئلة بأخد محمد كنت حابب تتحكي موضوع المهني بس يعني موسكي معلش 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 تقدر تخش بالسؤال التالي ترميل لبعض ستحني أعتكم العافية أنا سؤالي في البداية لفراسي وإذا أي حاذ حابب أن يعطي لنه لكريدي بيليتي لما تشتغل على كامبين أي براند قديش أنت تعطيها وطلع على براند قديش بتستاهل مقارنة مثلا بالدخل المادي اللي رح يدخل على شركتك أو الاجنسي تبعك مقابل هذا لتشتغل هاي الكامبين شكراً تقريك كمان مرة بس يعني إقناع أنا عم تحكي كبراند ولا كأيجنسي أنت دورك كأيجنسي قديش تعطي باليو للبراند ممكن ما تكونش هديك براند لكن عندهم فلوس طيب شوك نزلي المايك لزافر زافر مدير في راسح فكرة شكلك نكشتي زافر بهذا السؤال شكراً لسؤالك أنا شايف اليوم هنا في عدد كبير أما أظن من الشباب المهتمين بالسوشيال ميديا فحب أحكي لكم أصة شركتنا لما بلشنا زافر بدكتان تحكي عن أصة شركتنا زبا شرور خديق كنا ثلاث شباب كنا ثلاث شباب وفكرنا أنه رح نقدر لنعمل شركة سوشيال ميديا ويكون عندنا مئة زبون وعملنا إكسل شيت عندنا مئة زبون بدفع كل واحد منهم ألف دولار بآخر السنة كلنا إحنا الثلاثة رح نصفي مليونيرية هاي الفكرة اليوم على أرض الواقع إحنا سبعين موظف تقريباً وعندنا سبعتاشر زبون إذا بتحسبي بطلع للموظف الواحد تقريباً ست خمسة إلى ست للشركة الوحدة اللي منخدمها بطلع خمس أو ست موظفين السوشيال ميديا كتير ليبر انتنس كتير فيها موارد بشرية جواباً على سؤالك أيها كيف إحنا من منسعر للزباين تبعونا نحسب عدد الساعات اللي بيستهلك هالمشروع ومنعطي لزبون تبعنا مثلا نحسب إنه بدو نص وقت فراس عشر ساعات من وقتي خمس ساعات من وقت رولا نعرف ما عاش كل واحد فينا منقسمهم على عدل أيام منظيف عليهم مش عالك عليك هذا جواب كتير مفيد أنا آسف إني نكتت حبيبي جواب ممتاز لا هاي هي الطريقة الوحيدة للشركة السوشيال ميديا إنها فعلاً تكون ناجحة مادياً كمان وتجيب مردود مادي إنه يساعروا تسعير صح نحسب الساعات اللي بحتاجها كل مشروع فمشكلتنا دائماً بتصير مع لبرانز إنه طبعاً البجت كتير قليلة أقول لك هذا غالي ليش هلقدي طالبين مصاري كتير البجت تكون كتير قليلة فإحنا مننحشر إحنا مننحشر فمنصف في معطينهم ساعات مثلاً محدودة فسؤالك مية بالمية بمحله الشطارة بالموضوع إنه الواحد يطلع فكرة ما بتاخد وقت أكثر من البجت اللي حضرتها الكلاين وهيكا بطلع إن شاء الله وين وين بطلع الكلاين مرسوط بطلع الوقت اللي الوقت اللي حطوه بالفكرة زائد كل فتها منطق مع بعض وبعد ويضافر حكاً شغلة ما هو بداوش حكيها اللي هو أنه الناس اللي بيبيعوا فريلانس برضو يسعروا بالساعة لو سمحتوا عشان ما بصير واحد يعمل سوشال ميديا كامبين يعمل سوشال ميديا سيرفس بمية دينار وليس بكيلو مش بكيلو يعني عشان الشركات الكبيرة والشركات الناشئة كلها تنجح ناس بكون في أسوس لتسعير السوشال ميديا عشان بعدين الزباين بصيروا يستغلونها قولك يا زنعم واحد يجعل لي خمسين دينار يا عمي لا ما بصير لم يكن خمسين دينار سوشال ميديا سيرفس وآخر تعليق بص صغير باعشان كان يعني حوار الجلسة اليوم إذا إنهاوس و الاوتسورس مش كل شركة راح تقدر تلاقي خالد الأحمد إنه يكون السوشيال ميديا ماناجر تبعه كتير شغلة صعبة عدد الناس إحنا بالأردن أنا عايش بدبي صار لسنة بطمينكم إنه إحنا بالأردن أكبر بلد متقدم بالمنطقة من ناحية الدجتل والسوشيال ميديا مية بالمية شباب أحكي لكم شغلين اللبنانيين كانوا متحكمين بصناعة الإعلان بالوطن العربي الماركتينج ماناجر دائما بكونوا لبنانيين اليوم إحنا الأردنيين بقدر أحكي لكم متحكمين بالدجتل والدجتل ماركتينج بالوطن العربي الحمد لله بدبي وين ما بتشوف ديجتل مانجر على الأغلب بكون شب أردني بيخدو عوظيفة ديجتل عطول إنه أردني تبع ديجتل مية بالمية فإحنا اليوم كتير متقدمين تبع تيكنولوجي وديفلوكمنت بس ما اعتقدمنا ما اعتقدمنا اللي موجود يعني مش نستورسو بيهاين لسه عدد الناس اللي فعلا خبراء بمجال السوشيال ميديا هذا بعمل فرصة لإلكم إنكم أنتو تنضموا لهذا المجال باشوا تشتغلوا فيه عشان فيه مجال كتير إنو الواحد يكبر فيه شكرا زافر شكرا جزيلا على الكلمات التشجيعية واقع هي تفضلي أختي سوري إحنا نسي لأنتي أول وحدك لازم تسألي تفضلي يلا نعطيك المايك يلا الأخت رفعت إيدا كان بالأول عندها ملاحظة على الفرق بين الانجي اوز والكوميرشل والله هذا كلام تشجيعي يا أستاذ ظافر طبعا نحن فخورين فيكم أنتو يعني طلعت من الأردن وهل عندكم شركة من أكبر شركات السوشيال ميديا في العالم العربي وبأكبر زباين بالخليج برافو أطيكم العافي تفضل يستي هلأ الشركات معظمها والبنوك وهيك ما تمدين على الاتش آر أكتب من التواصل الاجتماعي يعني حتى لو بدك تقدم عندهم بأشياء ميدين لحره يعني هم آ healthy إلى تعينات أصدق للتعينات والعلقات والنشر أو للأشياء أنت به من النressed انعرض لأن الاتش آر لازم يكون عندهم مهارات النجم يا cole كل قناتي م audit لازم يكون они مهارات النجم حتى يعني الاتش آر لما عين وحد الأيام هي أول شيء بعمله ذي γوجلهم يعني ال� ciąös فينا إذا خبصا على الفيسبوك مشكلة كيف يدعين يعني دخلو على الفيسبوك تابعه understanding تبع حفلات وتبع الصحرات من ناشر عينه هذا الشب وزا واحد عنده أراء سياسية يعني هيك فاكحة شوية معا على تويتر ولك هذا مشكل جيد يعني الهاتش آر أكيد بعملوا سوشيال ميديا قدت لكل بني آدم بس هذا مش الفونكشن اللي عم نحكي عنه عم نحكي هذا جزء من الفونكشن ستبات سوشيال ميديا حنا بحكي ليش لبنوك موسانو هيك شغلات ما بلجأوا للسوشيال ميديا السؤال قبل شوية كنت ترقينه سوال قبل شوية كنت ترقينه الثاني لحظة إنه إنه خذي راحتك لا نسيتني خالد معانا دقيقتين معانا خمس دقايق لا لا آه إنه في المدرة بعد المدرة عندهم جهل بالسوشيال ميديا نفسهم يعني إنك بتروح مسلا بتقوله بتقدم عاي الوظيفة ما بيكون عارف إيش انت بدك تشتغل وإلى آخر وهيك شغلة ممكن يجيبك مجرد صفحة فيس بوك اعتبرها سوشيال ميديا وهيك كلمة جميلة مشان هيك إحنا بدنا المؤسسات تفهموا أكتر مشان لما أنتو تروحهم كمتخصصين تحكوا معهم يعطوكم استشارة ثمن استشارة أو يعينوكم في الوظيفة أو يعني أو حل أقل باس يسمعوكم هي هاي بس صار في إيمان يعني يعني إنه متش مور كتير أكتر من قبل يعني اليوم الصحف والإعلام بغطوا السوشيال ميديا بشكل كبير أنا كأحد متخصصين في التكنولوجيا والإعلام كتير ناس سألوني هالأسئلة صار ما كانش حدي يسألها هالأسئلة قبل زافر كافي معا مقابلة بجريد الناشنل وقت رمضان إنه ليش برمضان السوشيال ميديا نشيطة أكتر يعني كتير في السوشيال ميديا اللي علاقة بكل شي تصار إنس بارت بكل شيء كان عنده ملاحظة أو سأل يا الله أوكي حمثناك يا الله نعم ناخد ثلاثة بس الثلاثة هم أستاذ أنا رفع إيد أول أثنين ثلاثة أربعة نعمل ستوب أوكي أوكي آسوني مش شافك خمسة بصير خمسة بصير خمسة أسئلة مختصرة أنا مشكلتي بعلق على أسئلتكم رح أسكوت معلق على أسئلتكم إذا بقدر أوكي اسمي خالد ما علم سؤالي موجه للأستاذ خالد حبيب محموب الجماهير خالد بدأ أسأل بيينغ كميونيتي ماننجر إذا تفول تايم جاب أو بار تايم جاب نعم إذا تفول تايم جاب إذا تفول تايم جاب أنا بشتغل من تسعة لخمسة بزين اسمعوا يا الإدارة بزين خلي حكي يوصل وبشتغل من خمسة لالتناش بلس ويكيند فأستغل دبل كممدراتر إنه أكثر من تايم جاب لأنه مافيش نانتو فايف إنه أكبر فمادر تحكي أنا أكبر مثلاً بس لالساعة خمسة وبس بصرطة 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 بعد الخمسة لذلك دبل أكثر ويجب أن تكون جاهزاً 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 ليس 4 ساعة على الكمبيوتر بس أنت تفعل جاهزاً وعندك نوتيفكيشن على الموبايل والله يعين الله يعين مرتكوا أولادك طيب السلام عليكم أسماء الكيالي بسمحتي أنا ما عندي سؤال بس عندي كان ملاحظة بما أنه كان كان عن أكثر من جهة الـ وعننا الشركات وعننا الفريلانس بالضبط أنا عندي كومنت أنه أنا عملت مع الـ ومع شركة وحالين عم بشتغل مع مدرسة كسوش الميديا منيجر فأنا يعني غطيت الـ بالضبط يعني عاشرت الموضوع كله فهلأ بس هو التعليق أنه عم بفرق معي بفكرة أنه هلأ الساكتر أو الفئة اللي أنا مستهدفها بالسوشيال ميديا أو الصفحة اللي أنا شغال عليها فرقت معي الثاني شغلة فرقت معي أنه أنا مش بس سوشيال ميديا أنا هلأ أم بلجنا نصمم التنبلتس لصور للصفحات فأنا مثلا في صفحات اللي بشتغل عليها بعمل لها تنبلت خاص للصفحة بحيث يصير أي صورة أو أي بوست بنزل عليه بنزله على الصفحة بنزل محطين بلات الخاص طباحها فلو تشيرت الصورة أنا ما بس مش بس بشير الصورة وبشير حتى لوغو الشركة معها فهذا يا وتفر برودوكت بيج يعني أنا بالضبط عم نشتغل على أكتر من شغلة شغلة تالت اللي كندي أحكي عنها من التعليقات اللي إجت أنه أنتو شب تشتغلي أنا دارس رياضيات من شهر واحد لما تخرج يعني أنا من زمان شغال بأكتر من سوشيال ميديا أكتر من صفحة بشهر واحد دربت مع طلال أبو غزالي لما فوتت على الشركة بقولهم أنه أنتو شغالين صحوا أو شغالين وإيميلاات وإس أم إس بس السوشيال ميديا عندكم جدا ضعيفة ما كان عندو من تويتر أكاونت وكانوا مفاتحين الصفحة بس ما عليها الريتش ولا عليها إنجيجمنت ولا عليها إشي تعاملوا معي طريق تقعد مع المدير وحكيات معه وحكيت له الصفحة ما تفعله وما تفعله وما تفعله وما تفعله وتزيد الريتش ولا ما تفعله من لما زادت الاتصالات على الكورسز تبعتهم حس إنه والله اسمع آه في إشي في إشي جديد عم بيجيبنه في إشي عم بيجيب الشباب لعنا إنه بطل يوصل بس للشباب اللي كانت عندهم إيميلااتهم نعم والله أنا حالياً ماسك الأربع صفحات ويا دوب الحمد اللهم لحقين عليهم شكراً إليك يعني هو إتس كومنت بججاوب على سؤال إنه الوظيفة من لا وظيفة له في وظيفة في شغل وفي وفي حاجة وفي إدارة ممكن تسمع وطيك العافي يعني هذا هو بالضبط اللي إحنا بدنا نسمعه اللي هو أنه ناس مؤمنين بالسوشيال ميديا ويتحرك فيها في الأخ عنده ملاحظة أو سؤال وفي بعدين هناك شخص مش عال سوف نعود لك وفي حاجة الموضوع يكون فيه ملتباً دياركتور جنرل دياركتور جنرل دياركتور جنرل دياركتور كومينيكيشن وفندريزنج أنا بكون موجود عشان 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 نطلع فكرة معينة بس تكون هاي الفكرة صح وعن تخدمي الهدف صح فلما يكون في عندك الإيمان من المنجمينت بيكون الموضوع أسهل بيكون الموضوع أسهل فيه الابريشياشن اللي الناس بدوروا عليه بيينك بيبي هذا الشغل أجنس موضوع بيشياشن هل هذا عمل عملية برايجة أو ليست عملية بروحية؟ تقوم بيشياشن تقوم بكثير لبراند بكثير محلات بكثير شغلات تكتب أيام عن اتصل معينة個人 يَبْ أَلَلَكَ اهلاً تبطل الواقع يَبْأَرَاءَ أنت هون مهم يعني كومنتي المنجر ما بيكون بس عندك أنت أونلاين هو الأفلاين كمان أفلاين أنت لما يكون في عندك مناسبة معين مع ناس أنت تعرفهم أنفلونشل لازم تروح لازم تشوفهم لازم تكون إنجاج معهم أفلاين وهذا اللي بيساعدك بالأونلاين بالنهاية الأفلاين إنجاجمينت بأهمية الأفلاين إنجاجمينت نشكر يا من حكا شغل كثير مهمة يمكن سيحكيها لأنه البطل في كثير إشياء أونلاين أو أفلاين أونلاين أو أفلاين مع بعض مثل التويتب من مع المايك؟ تبع السؤال سأل سؤالك أنا خالد أخذنا كثير من وقتنا شوية أنا نزيه واحد تينين وبس نزيه قوجة أغلان إي ماركتينج منيجر بناشونال إلكتريك حلو هاي موظف ديجيتل يا جماعة أنا اللي بدي أطلب منكم صراحة كونو صار كثير حكي على الانتيرنال والاوتورسينج سوشيل ميديا منيجمنت بدي أطلب منكم أنتو الخمسة بس تصويت بالأيدي ربع Π smoked chilل اشترك الإ toyار ميدي أطلب منه تنين تنين اشتركان طبعا ممكن أن كان شواء الأخرى من� تحت kurma و مصلي بصلا بحسに سرط government جرس 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 لنفعل هذا المنزل خالد لا تستطيع مستعدة ولكن سيكون مهزة لتعبير في البداية من المرحلة أخرى أنا أعتقد أن أخيراً كل شركة يجب أن يكون لديها في المنزل أكثر من 80% من المنزلات المنزلية يجب أن يكون في المنزل تعمل لديها في المنزل أسانيا بدون المنزل أسانيا بدون المنزل حتى لديه أخير أمين لاحقاً صغيراً في المنزل في بعض الأعلى ستبقية المنزل من المنزل يعني الشغلة هي مش تشبيح يعني أنه فرد عضلات هي الشغلة تساني إيكو سيستم يعني نساعد بعض بلشنا نحكي بالإدين بعدين هلا بلشوا فلابد يعني هو هو كومبنيشن أو بوث بس أدي الإنفول منتاع هذا و أدي هذا زي ما حكي خالد ديبانز على الستيج أنت يعني عم ترفع الإدتين مئة بالمئة استسلام هادي لا لا مش استسلام هذا هو يعني أنا أعتقد بأن هذا هو أفضل كأنه إيد أعلى من إيد عنده إيد أعلى من إيد هي بتحرق بسرق لخمتنا بسؤالك أفكر طبع تفضل أنا صراحة تفضل الأستاذ ممبر أنا صراحة برفع الإيدتين كمان الموضوع لأنه يعني في شغلة صغيرة مرات الشركات اللي هي خلينا نحكي الكوربورات اللي بكون في عندها تقييدات بكيف الموظف لازم تبهيف جو الشركة مرات شوية بتساعد إنها ترجع الموضوع هذا الوراء كيف يعني هلا مثلا الأيجنسي يعني أنا كتير بحب أروح أعمل الإجتماع في الإيجنسي أكثر من أعملوا في الشركة ليه لأن الإيجنسي بتروح بتلاقي الشباب قاعدين بالشورتات تبعين السوشيال ديكش وأتبعين بالشورتات تعقول لأن الإيجنسي اللي يقدر يكون حتى يمكن أن تديك أكثر هلا بينما ما سأتيجي على الشركة وإحنا وإحنا واحده من الشركات وعادي يعني راح تلاقي ثلاثة أرباع شركات هيك لازم تروح عالشركة تكون لابس بدلة بالتاي تحديد حسنها تحديد حسنًا يمكننا التحديد في العمل عندما تكون تحديد هناك مخطوطات ستحديد تحديد حسنًا سوف نصل إلى نتيجة 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 في العمل في العمل أنا أشخاص أن تكون أفضل شكراً للمشاركة شكراً آخر سؤال أخر سؤال أخر سؤال أخر سؤال أخر سؤال أخر سؤال مرحباً مراحباً هل تصبعون بسعودة؟ ولكنهم لا يتقون المترجم للقناة يجب أن أجاوب لماذا لا يريد أن تدعوهم؟ لماذا لا يريد أن تدعوهم؟ المترجمات لا يريد أن تدعوهم المترجمات لا أعرف لكن أتفاق أتفاق أجاوب سؤال الأشياء التي نحن من أول يوم نحاول نعملها أجاوب أن تدعوهم المترجمات لا تتخيل المترجمات سيكون حياتنا أسهل لو المترجمات الأمام سيكون فاهم الصورة كاملة أصلاً منيح لقلنا بصير يصرف معنا أكثر ويدفع المؤمن فيه يعني يؤمن يدفع واحدة من الأشياء التي نحن نصرف عليها كثير وقت هي المترجمات والمترجمات مع المترجمات ومع يعني فرصة ملاقي فيها أن نقدر نحكي للناس نعمل مدارس جامعات بهمنا 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 بكل الفئات العمرية فأنا أتفاق معكم بالنسبة لنا ستياق لأن بعض الأشياء الآخرين نفس لأن أكثر من الأشياء مع بعض عم نحاول أساعدك أنا شوي أنا معها بشغلة أنه بمهنة جديدة باستغل ثم أساعدك سؤالي أيها سؤالي سؤالي أعتقد أن سؤالي أكثر من فراس وزافر أعتقد أن فراس وزافر ونحن نقول أعتقد أن هم المنظمين على سؤالي السؤالي هل تعتقد أن فهذا مفيد ما أمضح من أجهزة أو أعطاء هم هل هل تعتقد أن مفيد من أجهزة كذلك أريد أن فهذا مفيد أمضح وكيف يجب أن يجب أن تسعر على الساعة على ساعة ساعة في بعض الأحيان المتحدث مع المتحدث أن يكون قائمة إثارات المواقع الإلكتابات لدينا في أحد الإلكتابات أعتقد أنه يرأي عن الأمر جملة واحدة بعدين في عنا سؤال تويتر ونختم لها سؤال تويتر بس أنا كنت حب أضيف إنه هلأ حتى بيكون عم جاوب سؤالي كفكرة بزبط كوميونيتي ما نجر واحد ماسك لتسي صفحة الجي لأردن بس بكون هو عنده أكثر من تخصص يعني هو بدي يكون بفهم بتلفزيونات بالتلاجات بالموبايل بالغسلات فإحنا كبراند من كون متأكدين أنه معطينه ترينيك كافي على أساس يقدر تو يعني أنسر أي أي سؤال يأتي بالأساس بسأل وجود عدد كبير من الشركات السوشال ميديا في الأردن هل هذا يساعد الاندوستي أو السوشال ميديا أو التعافل ولا يضر ولا يضر هل كتر الشركات السوشال ميديا شغلة بنيحة ولا عطلة هل مش حق ليك تجاوبها في رأس هل خلي محمد يجاوب جواب سريع بعدين خالد أنا عارف في رأس وجهة نظرك بتحب المنافسة أنا فاهم القصة أنا عارف في تقليل لا يتجد العمل هل أدينا حيث أو ترينيكك؟ افضل جواب 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 نفسك أنا أخي الجواب أنا أخبر، أنا أخبر، أنا أخبرك أنا أخبرك أخبرك أنا أخبرك قام بلأ إحسن أخبرك ساعة أخبرك جواب المترجم للأسعار مثل ألجي وشوي بدي أحكي مصاري يعني هلأ لما يكون في شركة وحدة ماسكة أو شركتين محتكرين السوق هذا الحكي برفع أسعارهم حتى لما تيجي لبلاد تيجي تتعاون معهم بتلاقي إنه مرات الأسعار تكون شوي أنريزنة بليش لأنهم هم الوحيدين بالسوق هم الوحيدين البروفيشنال مش أصدي يعني أونلاين بروشيك مش عملا ما عم بحكة عن حدا لا سوري أكيد كل احترامي لأونلاين بروشيك بس أكيد لما يكون في شركات كثيرة موجودة بالموضوع هذا حكي كمان بساعد للي برانت يقدر ياخد كومبتتف بروشيك اللي تقدر تساعد الريكواريونت سبعته بنفس الوقت ياخد السيربس اللي هو بديه حلو طبعا ف يعني ما احتكار السوق شغلة سيئة وعدد الشركات الكبير شغلة منيحة واللي منيح بكمل واللي مش منيح بيدو يسكر يعني ما كيدو يفتح واحد شركة ويدفع رواتب إذا ما عندوش بيزنس وأنها منيحة بحلول تكaber ة قابل هيا لدينا هيدها جميلة corporation لا لا أغرب ليست لا لا لماذا أغرب أغرب لأن المنطقة المنطقة أعلى من المنطقة هذه الفرصة كل واحد يفتح شركة كل واحد يفتح شركة لحاله يجمع حاله مع خمسة من أصحابه يعملوا شركة لأن الشركات تنفعش وحدات مرون جمعة كان هون اليوم الصباح كان يأمن بداية في قطاع الاي تي أن ما بصير نظلنا كل واحد يفتح شركة صفتور لحاله لازم نعمل نعمل لا تحضر نعمل 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 تشربوا قهوة مع بعض تشربوا مع بعض شركة بعد ذلك قد تتوشت ومخصت قد تتوشت اللي هي بدي أضيفها غير أنه منحب الكمبيتشين كل هذه الأشياء هم حكوا يعني محمد حكى عن الكوست والأسعار وخالد حكى عن الديل الكمية أنا يعني كمان دليل إنه ليش ما في سبلاي كفاية على الديماند يعني إحنا ما في إذن طلعنا عليه دولاني بروجيش غير نحكي إنه نحكي أن نحكي أنه إنه نأخذ الموظف فهي لإلنا إنه ليس خوصف لما يكون في شركات كثير إن نحكي سيكون إنه مخصص الآن أسفا أسفا لأنه بأن هناك مرات من أعود أنch إنك أخير من أجل مرات إذا كان أكثر هناك غير في شغرب يسا لعن الموظف من Ang في أكثر ممارفز في وقت شغلتين بدي أحكيهم هو موضوع كل الماركترز إحنا منحب الحكي كلنا تبعين ماركتر الله أكيد أنا آسف أنت البانيل حطيتها في الوقت الغلط لنضعها آخر لنهار ونكمل السهرة فضل هلا صراحة أنا كثير مرع يعني معي كوميونيتي مانجرز اللي سواء كانوا بشتغلوا يعني عشوتهم بأل جي أو قبل أل جي بشوف حاله حس صار في عنده كونفيدنس زيادة عن اللزوم فأقول أنا خلص بدي أطلع من الأجنسي اللي أشغل فيها وبدي أفتح شركة لحالي وبالآخر ما بقدر يكمل لأنه راسي ما زي ما يعني بالضبط الريسورس هاي شغل كتير مهمة أنه أنت يكون في عندك الكيبابيليتيز مش بس بإنت بتعلمها بس كمان الفينانشيز اللي أنت تقدر تسير اب كمبني و تأكش شركة لحالي أنك تريد تشارج فيه حكا ظافر عن وي تشارج بايدا عندما تقوم بعمل 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 وي تروني تسير ابوه لمدة عام ودك تحسب كل شيء وفي الصوشال ميديا wondered كله في النهاية بزنس شغل كثير صغير نحن بصلاحة نجاحنا بصوشال ميديا كان بس باعتمد على الأجنسي أو بتاعتمد على الموظفين الذين يشترون بألجي بس كمان كان كثير في كثير راحبة لصوشال ميديا المترجمات مثل زامل، خالد، هاديل، حسن حامد وأسماء كثير، أنا هلأ مش خاطر عبالي كثير ساعدوا البرزنة الوصفية لأنهم كانوا بالنسبة أنهم يعني عدوكات هم سفراء 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 كما أنهم ساعدوا تتكلم شكراً يعني لكم مهمة 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 نهاية نشكر جميع اللي جالسين على الفانيل السيد خالد الأحمد تعرفوا جميعاً السيد فراستتي اليوم عطاناً كتير إجابات و جيد إموت من وقته محمد عبد الله يعني فخور ب يعني حجم الإيمان اللي بيأمنه الدجيتال هو يعني مسؤول على الماركتين لبناند كبير يعني الأخيام كبير 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 وحكى يعني عن أهمية الانجي اوز وبنتمنى أنه سير في يعني مور سوشيال ميديا بوجت إن شاء الله في إن شاء الله المانحين يعطوكم وأنا زيد ناصر أرجو أن تسألونا كلنا على تويتر لينكتين يعني إحنا أوبن منحب نستقبل الالتواصل يعني ونشكركم جميعا مدياكم مع بعض زقفوا لهاي البانيل وشكراً لحضوركم وحلا استراحة غدا واتس ناكست خالد أعطيهم البرنامج في عنا بريك ساعة بعدين حنرجع ونشوف ياسر يسوي لنا إعلان على الفيسبوك هاندز اون مش بريزنتيشن هاندز اون بالضبط كيف تفعلها وكيف تبدأ ياسر ممتاز جداً دون مسد ساعة تنتين ونص كم ساعة واحد ونص تنتين ونص تنتين ونص تنتين ونص